اهلا يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على اداة الكتابة في برنامج فيجما. اول حاجة هجيب اداة الكتابة من فوق او اعمل من الكيبورد وهو حرف بطريقة مباشرة وهبدأ اكتب هنا واللي يكون واضغط انتر وارجع وابدأ اتحكم في حاجة بالشكل ده او من هنا على اليمين اكتب الرقم اللي انا عايزه وليكن 24 مسلا وتقدر تختار نوع الخط من خلال اللي هنا واختار اي نوع خط انا محتاجه او بطريقة مباشرة ابتدي اني اعمل لاسم الخط المعين وليكن مسلا الخط ده واضغط انتر وبعد كده اقدر اغير من هنا الفونت الخاص بالتكس هضغط على ويه اختار انه يكون مثلا بالشكل ده ولو انت عايز تكتب تحت من غير ما تلجأ للكتابة بالشكل العشوائي ده ففي موقع خاص بيده ومتعرف عند المصممين ولو انت عايز تكتب تحت التكس ده او تحت التايتل ده من غير ما تلجأ للكتابة بالشكل العشوائي. ففي موقع خاص بدا ومتعرف عند واسمه وهو من الموقع اللي تقدر تجيب من عليها كتابة يكون متعرف عليها ما بين ويكون منطقي نوعا ما. فهبتدي ان اختار اللي انا عايزه واخده كونترول سي من الكيبورد واروح في فيجمة واجيب اداة الكتابة واعمل او اضغط من الكيبورد بشكل مباشر كنترول في وتعدل عليها بعد ما تتكتب قدامك بالشكل ده جوه وتقدر تعدل على الفونت من هنا واليكون والفونت ونخليه مسلا ستاشر ولو عايز تمسح جزء من فهتعمل دابل كليك وتصغر بالشكل ده واعمل واخلي الاتنين على استقامة واحدة بالشكل ده بعمل او شفت واختار الاتنين واروح عند القايمة الالين واعمل بالشكل ده وما بينهم الشرطة دي تسحبها ويتعمل المسافة بين العناصر واليكون اتناشر مسلا ولو انت مش مجهز الالوان الخاصة بالكتابة تقدر من هنا تختار اللون اللي نسبك او حابب عمتن تخلي الوباستي قليلة من هنا بالشكل ده وممكن تعمل جروب للتيكست بانك تضغط على بالشكل الظهر قدامك وحاجة تانية ممكن اقولها لما نجيب تيكست تاني واجيب اداة الكتابة واحدد المنطقة اللي انا عايز التيكست يتوزع فيها بالشكل ده واعمل كنترول في او اعمل على طول وبعد كده تنسى الكتابة تعمل دابل كليك وتيجي هنا وتعمل وليكن وتخليه ستاشر مسلا ولو في اي زيادة اتكونت بالطريقة دي وعايز تتخلص منها فبروح على حاجة اسمها يعني ايه يعني انا عايز اي حاجة اتكونت ما فيهاش كتابة هيبتدي انه يمسح يعني لو جيت هنا هلاقي حاجة اسمها اوتواتس واوتوهايت ولو في اي زيادة اتكونت بالطريقة دي وعايز تتخلص منها فبروح اعمل حاجة اسمها الاوتوهايت والاوتوهايت يعني ايه اوتوهايت يعني لو جيت هنا هلاقي حاجة اسمها اوتوهايت واوتوهايت يعني انا عايز اي حاجة اتكونت ما فيهاش كتابة هيبتدي انه يمسحها يعني لو جيت هنا هلاقي حاجة اسمها فاللي انا مش محتاجها وعايز اشيلها هو الجزء ده فعلى طول هعمل ان منطقة الكتابة اقتصرت على المكتوب بس وده كان يعني انا عايز اي حاجة تكونت ما فيهاش كتابة هيبتدي انه يمسح يعني لو جيت هنا هتلاقي حاجة اسمها فاللي انا مش محتاج فاللي انا مش محتاجها وعايز اشيلها هو الجزء ده فعلى طول هعمل اوتوهايت وهيبتدي ان منطقة الكتابة اقتصرت على المكتوب بس وده كان الاوتوهايت طيب الاوتوهايت استخدمه امتى? استخدمه وقت ما اكون عايز اخلي الكلام على خط واحد او على لاين او استقامة واحدة زي كده مثلا فابتدي فابتدي اخلي الكتابة في منظور واحد على صط الواحد وده كان الاوتوهايت طيب لو انا عايز اغير الايت تبع يعني مسلا التكس ده يعني كل ما بيخلص سط بينزل يبتدي من اول او الشمال فعندي هنا على يمين بالشكل ده وعلى طول الكتابة اول ما السطر بيمتهي بيبدأ من في السطر الجديد وكل ما تزود سطر وضغط انتر وكتبت اي حاجة هلاقي انه بدأ من السنتر وكمان لو عملت ريت من اليمين زي ما ظهر قدامك بالشكل ده وعندي حاجة مهمة اسمها اللاين هايت ومعناه الارتفاع بين السطور او المسافات ما بين السطور وبعضها هو معمول هنا اوتو تقدر تعدل على الرقم تزود وليكن مثلا الرقم ده فبدأ يزود المسافات ما بين السطور وبعضها بس يفضل انه يبقى اوتو او على حسب البروجيكت اللي انت شغال عليه بحيث انها ما تكونش قريبة من بعض او تحسها مستفزة بالشكل ده ولا هي انها تكون بعيدة فتتعب حركة العين يعني تكون مناسبة وده كان اللاين هايت وحاجة تانية وهو انك تقدر تسبب معين بحيث تكون الكتابة محكومة فيه حتى لو انا كتبت حتى لو انا كتبت والكلام عد او تخطى بالشكل ده ممكن كمان لما تضغط على التلات نقط يبدأ يديك زيادة زي مثلا انك تخلي الحروف كلها كابتل او كلها سمول او اول حرف من الكلمة كابتل والباق سمول وهكذا وممكن كمان اخلي التكست عبارة عن نقط بالشكل ده واي حاجة جديدة بتبدأ تضفها على طول يحطها في بوينت بالشكل ده وممكن تلغيها واي حاجة جديدة بتبدأ تضفها بيبدأ على طول يحطها في بوينت بالشكل ده وممكن تخليها مترقمة واحد واثنين وتلاتة وهكذا وبس كده اشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة